مقر سألك سؤال يبدو محرك شوية فضل إن شاء الله كل التوفيق لي فيتوريا وإن شاء الله مع 4 سنة يكملهم وينجح نجاح بهر بس مين المدرب الوطني دلوقتي اللي يصلح المدرب المنتخم مصر أنا مقدرش أقول طب فيه ما أنا أقولك أنا مقدرش أقول طب لأ لأ أنا مش عايزك تحدد ليس ليه أنا لو قلت أسماء فيه ناس بتزعل طب فيه 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 صراحة والله فيه أنا بصدقك والله فيه والله فيه ويقدر يشيل وهقولك على حاجة المدرب المصري حيبقى متعايش أكتر أنا مش ضد المدرب الأجنابي أيوة فيتوريا ربنا وفقه وكورينا وراء ما فيه مشكلة ده هده ما أمسك منتخم مصر أوكي ما عنديش مشكلة مثلا أنا بكلمك على إيه على أن أنا النهاردة لما أجي أحط مثلا حد مع فيتوريا حطيت بالأسماء أيمن عب عزيز لقيت الديني هاجد الديني كلها قامت عليها مع عزيز يا جماعة في إيه هو مش أيمن دليل منتخم مصر مش ده احترف في تركيا 11 أو 12 سنة يعني راجل عنده دماغ بيفكر واشتغل في التدريب واشتغل في الزمالك معي واشتغل في الزمالك مع مدربين أجانب مدرب عام فاهمني واشتغل على مستوى عالي فاهم بس هو عشان مزمالك وانا برجعك لنقطة تانية والعكس شحيح تعال بقى تعال فرج ناحية تانية هتلاقي فيه سبع تمن كل المدربين بتوى منتخبات من نادي الأهل كلهم والعكس صحيح يا ما هادي النقطة كابتن طارق انه لو مدرب جاي من الأهل الجمالي زمالك ايه انا فاهم انه هو مدرب عالك وجميل الأهل هتزعب بس انا عجبني التحريب بتحرك اللي هو ايه تعال اديني معايير هل ايمن عم عزيز ده كان لعب دولي اه لعب دولي مدرب بيشتغل تدريب اه اشتغل تدريب لا خبرات احترافية واشتغل مع الجانب اشتغل فخلاص دي معايير ما تكلمنيش بقى أهل وزمالك لا هما بماشينها كده حتى في الميجي يختار يعني ماهو ده عيب نحنا احنا اللي بندير عيب اللي بيدير اللي بيدير بيدن طبع كده يا كريم بيدن طبع ايه ان اللي جاي ده واحد أهل وواحد زمالك بزرط هيا مشكلة في اللي بيدير اه وبعدين ايه عشان ما تبقاش مقرية هات من الاسماعيلي هات من الالمونيوم هات من اسكندرية تبقى الدنيا هي ايه يبقى انت لامم كل الناس في حاجات بتبقى صحوبية وفي حاجات بتبقى انتخابات وفي حاجات بتبقى بقى يعني بعضها كفاءات يعني انا ما ظنش او انت واحد من بعضها كفاءات انت واحد من قساطور الناس الزمالك اكيد مش يبقى عندك مشكلة لو لقيت مثل جهاز الفني كله كله بتعمل تحو مصر اهلي بس يكونوا بمعايير معينة التمجاز كان مع حسن مع قصدي الراجل الاجنابي اللي ميش كلوش كلوش كان كلو اهلي اه كابتن ديال السيد وكابتن محمد شاوي ديال السيد والحضري ومينت كابتن محمد شاوي وشاوي وحد اتكلم وكلهم مؤهلين ناس احنا كنا بنسند ومسندة بانتلازينة ملاش حال بالزبط كده اللي كنهم اصدقائنا واصحابنا لا وعندهم المعايير يا كابتن وناس مؤهلين بالزبط كده اللي مش عملية برضو انه منحبهم ولا لا انه زي ما انت حالك قلت انه حط معايير النهاردة مش عقاف حالك شفت في الانترو ولا لا لتحدي البلجيكي مشى الراجل اللي كان عنده روبرتو مارتينيز المدير الفني المنتخب البلجيكي حطت عالنت النهاردة ايه وظيفة خالية حالك تخش كمدرب هو حطت معايير للمدرب اللي جاي للمنتخب البلجيكي وتملى تحط اسمك تملى الاستمارة انا اشتغلت في حطة الفنيه عملت ده المنتخب البلجيكي ده كل الناس احنا بقى لما بنيجي نشتغل على مدرب منتخب مصر بنيجي نقول ايه مرة اجنبي ومرة محلقين معايير بتاعتنا هل ده مظبوط مش مظبوط طبعا ما نقطي لك يعني اين معايير المفروض ده بتتخطي المعايير بص المرة الوحيدة على فكرة اللي عاملوا فيها معايير بس كنت عاملوا فيها الشباب كان مصري ولا عالمي ايه مصري ولا عجني مصري كانوا عاملين لجنة اللجنة دي جابتنا كلنا وقالت ايه مش جابتنا يعني قالت اللي عايزي يترشح لمنتخب الشباب يجي يجيب ورقه هايل فكلنا ودنا ورقنا هايل فاهمني المهم اه قعدنا وامتحنونا هايل لان كنت وسعيد جدا ومش عايير مصري كان فيه مين بقى طارق يحيى علامة يهوب محمود صالح طبعا فالمهم ايه جم الترتيب بفضل الله العبدالله امرة واحد محمود صالح امرة اثنين علي بيون امرة ثلاثة انا بكرمك باسمها هو اللجنة دكتور عمر ابن مجد مع بعض الكابتر عبيد عبدالشافي دكتور محمود ابن عينين ناس مؤهلة محترمة فالمهم ايه عملوا ترتيب حسب تعال انت عايز انت هتعمل ايه السؤال اسئلة انت عندك منتخب 17 سنة هتعمل ايه قلت له مرحلة اقول له هعمل كذا مرحلة تانية هعمل كذا مرحلة دالت هعمل كذا فاقيمني وبعاكين بقى مرحلة المبارات دي ودية ثم مرحلة ايه منافسة فاقيمني فانا اسنتها كذا مرحلة وكتبت الكلام ده كله وجبتله على ورقة ممتاز لما جوا مختاروني انا دمرة واحد حلو حلو زال فل انا كنت بحلل في احد القنوات متعاقد يعني فقالولي احنا خلاص اوكي اتفقنا ان انت تكون موجود ماشي بس هيبقى معاك فلان وفلان وفلان مساعدين اه حتروح الجايز اه تفقدم يعني افقد انا مثلا مش عايز احد في دول يعني مش التلاتة احد في دول قالك لهم دول طب ماشي ايه تاني من عايز اسمع قالولي تسيب الاعلام ماشي اسيب الاعلام التحليل لك اكيد طبعا تسيب التحليل ماشي انت مرتبك كام؟ قلت له ما عرفش حدد فراح ايه لي المبلغ؟ قلت له حدك انا شغلت دلوقتي في نادي عقد يانتيه السنادي انا مرتبك قد ده تلات مرات لما اجي منتخب مصر الناشئين مش هقولك زيه لا يبقى قريب منه انا اقولك انا صريحة اه قال لا هو ده ما دي اللي احترفاهم اه برضو انت كمدرب بتتفاوض اه قلت لهم لا شكرا رفضت منتخب الشباب بعدية مين محمود صالح فاجابه علاء ميهوب ماشي ادوا علاء ميهوب بالضعف اللي انا كنت هاخده ليه؟ ايه؟ ما عرفش انا لغاية مقاعد معك دلوقتي ما عرفش في حيات ربنا فاهمني؟ فالمهم ايه؟ انا بيحطوا لك رقم قليل عشان لوك انت في الاختابرات او في الانترفيو دوت انت جيبتك على واحد ما انا بقولك بص انت بكلم معين ومقايير ده انا بقولك اللجنة محترمة جدا طبعا اللجنة ملاش علاق غالص اللجنة رشحت ومشيت انا بجمك عالناس اللي ايه؟ اللي بديت بقى اللي هكلم